اهلا بيكم النهاردة هنعمل سوا وسيلة اضاح لدرس رحلة العائلة المقدسة للصف السادس الابتدائي الوحدة الاولى مش هطول عليكم يلا بينا نبتدي سوا نبتدي بالخيمات اول حاجة قطعة فوم بتاعة الاجهزة وصورة لرحلة العائلة المقدسة وطبعا الطالب هو يلونها معينا كمان هنحتاج ورق بريستول او ورق ملون واقلام ماركر او اقلام فلو مستر وهنحتاج برضو فوم ملون اه يبقى احنا كده عملنا الصورة متلونة وممكن نجيب ها جهاز برضو حسب المتاح عندكم وكمان هنجيب ورق بقى اه ممكن ملون ممكن ورق ابيض عادي ونقص اص واشكال ونخلي الولاد يكتبوا فيها مراحل زيارة العائلة المقدسة الاماكن مكان مكان بالترتيب والعنوين طبعا وممكن نكتب ايات زي ما انتو بقى عايزين او حابين تقدموا ايه او الفكرة اللي انتو عايزين تقدمه من خلال الخريطة انا في الخريطة هنا عملت اه عنوان نبوات عن مجيء المسيح لارض مصر وكتبنا فيها شوية ايات اه في ورق صغير وكمان عملنا عنوان بورق ملون زي ما انتو شايفين ولزقته على فوم اه ملون وجبت الارضية عشان احط عليها الخريطة وكتبنا بقية الاماكن على ورق ابيض صغير والولاد بنفسهم هم اللي كتبوا الاماكن اللي زارتها العائلة المقدسة وبعد كده هنرسم خريطة على ورق مقوة اه بريستول او كامسون بعد ما بترسموا الخريطة وطبعا لو طالب اه رسمه حلو يعني ممكن تخلوه هو اللي يرسم الخريطة بنفسه بعد كده بنبدأ نلزق الخريطة دي على آآ فوم جيليتر علشان اللوحة تبقى متماسكة ونقدر كمان نعلقها وبنكتب العنوان برضو تقدروا تخلوه الطلبة معاكم يشتركوا في الحتة دي لما يعملوا الحاجة بايديهم طبعا المعلومة بتثبت زي ما احنا عارفين آآ بنلزق الشكل بتاع رحلة العائلة المقدسة بعد ما الطالب بيلونها على حتة الفوم بتاعة الاجهزة ديت او لو فيه نصبيان وبعد كده بنقصها وبنلزقها ونخلي الطالب يشترك معانا كده زي ما انتم شايفين بعد كده بنكتب ورق عليه المصارات بتاعة رحلة العائلة المقدسة طبعا الطالب بيكون خد فكرة عن الدرس عشان يبدأ بقى يرتب معانا وده الوسيلة ديت ممكن تنفع آآ لو انتم هتشرحوا عليها الدرس او كنوع من تثبيت المعلومة بعد ما بتخلصوا الدرس لما بيعمل معاكم ده تمام? بعد كده بنبدأ نلزق المصارات واحدة واحدة وبعد كده الطالب بيبدأ يلون المصارات او يخطط المصارات بالاسهم زي ما انتم شايفين ممكن كمان نكتب الايات بتاعة الدرس برضو علشان الطالب يحفظها ولما يكتبها برضو بايده بيحفظها يارب تكون وسيلتنا النهار ده عجبتكم ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك وسابسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وما تنسوش تعملوا شير للفيديو علشان الاستفادة توصل للجميع وكمان ما تنسوش اسبلوكو تحت فسندول واسفى اول تعليق مسبت قائمة وسائل اضاحة الخاصة بدروس التربية الدينية المسيحية ودروس مدرس الاحد وكمان وسائل اضاحة خاصة بالكريسماس كل سنة وانتو طيبين واشوفكو على خير في فيديو جديد ووسائل اضاحة جديدة باي باي